أكثر من خمسة ألاف وخمسمائة طالب وطالب قدموا اليوم الامتحان العملية للشهادة الجامعية المتوسطة الشامل لدورة الشتوية الفين واثنين وعشرين والذي يستمر حتى الخميس المقبل رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة عبدالله الزعبي قال إن الجامعة استكملت الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان لكافة الطلبة المتقدمين للامتحان من تسع وأربعين كلية جامعية وجامعية متوسطة مضيفا أنه تم اعتماد خمسة وثلاثين مركزا للامتحان العملي في كافة محافظات المملكة بالنسبة لامتحان الشامل اليوم كان جدا موازي للمستويات الثلاث اللي هو سهل جدا ومتوسط وصعب هذا هو المطلوب بالامتحان ما يكون كامل إنه سهل ولا نسبته متوسطة كان الوقت كافي صراحة لأنه عدم إنه ما يأخذ السؤال أكثر من مستعى بالحل كان الوقت كافي لكل سؤال الامتحان من سهل إلى متوسط في أسئلة صعبة الوقت كان كافي نوعا ما عكس طلاب ما كانوا يتوقعوا والمراقبة سالسة كل الطلاب من التزمين بالكمامات من التزمين بالسلامة العامة والوضع تمام كله مستتب ترجمة نانسي قنقر